السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معي عن حضر واحد الحلوان اللي كتجي اكثر من رائعة لا بالنسبة لمنظر دياله ولا بالنسبة لما دق دياله وبطريقة اللي هي السهلة وبسيطة كنتم منها تجيبكم الحلقة اليوم قبل ما نمرون طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زر اشتراك ثم اتفعل الجرس باش توصى ان شاء الله بكل ما هو جديد ودفق عليكم مع طريقة تحضير فبالنسبة لطريقة والمقادر اول حاجة عندي هنا هي 80 جرام ديال العسل كيمكن لكم تعملوا اي عسل عندكم او يمكنكم ايضا تعملوا تل عسل اللي كنعملو في الحلوية يعني كبقى لحسب اللي متوفر عندكم وهنا يكن نضيف 30 جرام ديال زيت نباتية وهنا يكن نضيف وحجوج مع لاق صغر ديال المظهر او يمكنكم ايضا تعملوا ما ورد وهنا يكن اعمل شوية ديال الملحة وهنا نخلط هذه المكونات مزيان حتى كنت نضيف دقيق 150 جرام ديال دقيق الابياد بعد ما كنكون غرب الزو دابا كنضيفه على الخليط ونخلط مزيان حتى كنحصى لوحة العجينة اللي كتكون رطبة وهنا يكن بعد ما ساليت فكن غطي لاجينة بلاستيك الغدائي وكنخليها ترتاح مدة ديال عشرة دقيق وهنا نحتاج 80 جرام ديال دقيق الابيض هنا بعد ما عملته في المقلاة نخليه تاكي يتحمر واحد شوية تقريبا واحد المدة ديال الخمسة دقيق وكنقى نحرك فيه مزيان ومن بعد كنخليه تاكي يبرد وكنقى نغرب له وهذا نستعمله وهنا في واحد الإناء فكنضيف ملعقة كبيرة ديال المربى وكنضيف لها ايضا ملعقة كبيرة ديال العسر من بعد كنضيف جوج معلقة كبيرة ديال الزيت وكنضيف ايضا واحد جوج معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة وكنضيف ايضا ملعقة صغيرة ديال القرفة وده بكنخلط المكونات هدوكنخلطهم زيان وانا ينقلط ملعقة كبيرة ديال العسر وانا ينقلط الانواج مكسرات اللي انا عندي كيمكنكم تستعملوا اي نوع عندكم انا هنا ياخديت 30 غرام من كل شكل عندي هنا ينقلط البندق والقرقع والبيان الكوكو بعد ما حمرتم هرمشتم بهذا الشكل هذا وكنضيف 25 غرام ديال زنجلان بعد ما حمرتم هرمشتم بهذا الشكل ايضا كنضيف 25 غرام ديال زرعات الكتن بعد ما حمرتها واحد شوية فهنا كيف قلت لكم فكيمكنكم اضيفوا اي نوع ديال مكسرات عندكم انا بعد ما عملتم فهنا هنخلط كل شي مزيان وانا بعد ما خلط ديال مكسرات مزيان وانا بعد ما خلط ديال مكسرات مزيان كنضيف اليوم 80 غرام ديال بقيق اللي اسفق لنا وحمرناها شوية بعد ما برد وغرب النافة كنضيفوا على الخلط ديال المكسرات ومن بعد كنخلط كل شي مزيان وفي الاخر كنضيف احمل عقا كبيرة ديال المزهر او الماورد وكان رجع نخلط كل شي مزيان وهال العقدة ديالنا واجدة وانا ايام بعد ما وجدنا كل شي ديال حلوة اول حاجة فكناخد شوية ديال عجين بعد ما كان كوروب هاد شكل هادا بعد كنضغط اليها مزيان باش كنعمرها بشوية ديال الحشوة اللي اسبق لنا وحضرناها فبالنسبة الحشوة اللي اسبق لنا وحضرنا ديال المكسرات صراحة كنجيل ديدة بزاف وكيف شوتوا الطريقة ديالها سهلة فهنا كناخد واحد شوية ومن بعد كننغطيها مزيان بالعجين وكنرجع نكورها مزيان بعد ما كنكور العجين ديالي كنفندها في الدقيق وكنعملها في السينية وكنقام استمرها بنفس طريقة يعني حتى كنكمل العجين اللي عندي مع الحشوة اللي عندي ومن بعد ايضا ما كنفندهم في الدقيق كنعملها في السينية ومن بعد ما سأليت فهناك انا اخد هاد المرشم هادا اللي هم ممتوفين وكانين بزاف ديالاشكال فانا اخديتها تشكل هادا وهاد الرشمة هادي وكنتغطي عليهم زيان وكنحص على الحلوة اللي كتجيب هاد تشكل هادا فكشو توفي الطريقة السهلة هنعين ضرور بك انضغطهم زيان وعمقام استمرها بهات الشكل هادا حتى كنكمل الحلوة اللي عندي كاملة بالنسبة انت زيان فكنحتاج مصفر ديال البيضة وكننضيف لها جوج معلقة صغار ديال المزهر او لها جوج معلقة صغار ديال الماورد ونطرب ديك الصفر ديال البيض مزيان ودعبا كان دهان الوجه ديال الحلوة مزيام الصفر ديال البيض هنا ايام بعد ما كان دهانها مزيان مباشرة كان دخلها الفران على ضج الحرارة 180 درجة بعد ما كان كن سخط فران مقبل وكنخلي الحلوة ديالي احتكى اتحمر واحد شوية وكنخرجوه ونهان بعد ما طابت الحلوة كنخليها احتكى تبرد مزيان وكنقدموها كيف شفتم معيها فكاتجي رائعة بالنسبة لمنظر دياله ايضا كيف شفتم معي الطريقة فهي سهلة وبسيطة بالنسبة للمقادر اللي انا عطيتكم مقادر القياس الصغير كيمكن لكم الضعف والمقادر ايضا بالطريقة اللي كتجي لدي ده بزاف وكتجي رائعة على هذه الحلوة دي كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم واذا نشاهدكم الحلقة ما تنسوش تعمل الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديوهات دياله مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فايضا ان شاء الله على الجميع ودبا نخليكم على خير واسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة